شاركت الدكتورة لول وراشد شويطر وكيل وزارة الصحة في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع السابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في دولة قطر الشقيقة وخلال أعمال الاجتماع أكدت وكيل وزارة الصحة على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الصحة الخليجي في دعم جهود مواصلة السعي لتعزيز كافة جوانب التعاون والتنسيق والتكامل الخليجي المشترك وذلك ضمن إطار المنظومة الصحية وبما ينعكس على تحقيق الارتقاء بمستوى كفاءة وجودة أداء القطاعات الصحية الخليجية من جهته أكد معالي الأستاذ جاسم محمد لبديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أصحاب الجلال والسمو قادة دول المجلس يؤمنون إيمانا راسخا بأن قطاع الصحة هو السبيل لتحقيق تنمية الصحية للمجتمعات وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن ما تقوم به دول المجلس في هذا القطاع هو عنصر أساسي ضمن العديد من العناصر وأصبحت وجهة للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية التي ترغب في الاطلاع معها بشراكات استراتيجية